أكد سعادة النائب أحمد أسلوم نائب رئيس الجمعية البرلمانية الآسيوية رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية المستدامة بالجمعية البرلمانية الآسيوية أن قضية التنمية المستدامة تحتل أهمية خاصة لدى جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه الذي طالما منحها أولوية قصوى في منهاج عمل جلالته وتنشين جلالته لرؤية البحرين 2030 المرتكزة على مبادئ الاستدامة والعدالة والتنافسية جاء ذلك خلال ترأسه لوفد الشعبة البرلمانية المشارك في اجتماع اللجنة الاقتصادية والتنمية المستدامة بالجمعية البرلمانية الآسيوية الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي حيث أشار السلوم في كلمته للخطوات التي اتخذتها الحكومة الموقرة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وحرص سموه العميق على وضع رؤية جلالة الملك المفدى موضع التنفيذ بمواءمة خطط الحكومة وبرامج عملها مع أهداف التنمية المستدامة من أجل مستقبل أفضل للجميع اليوم نجتمع إن شاء الله اللجنة المعنية بالشؤون الاقتصادية والتنمية المستدامة هذا الاجتماع الأول عن بعد تحت مضالة الجمعية البرلمانية الآسيوية اليوم مملكة البحرين تترأس هذا الاجتماع ورح يتم في مناقشة تسع بنود ومشاريع رح يتم اعتمادها لرفعها للجمعية الآسيوية وذلك لنتبناها تقريبا المشاركة اليوم مكونة من عشرين دولة آسيوية مملكة البحرين رح تتبنى الرؤية الاقتصادية والاستدامة اللي جلالة الملك أطلقها في رؤية البحرين 2030 واللي احنا انتبناها واللي جلالة الملك دائما يوصي أن تكون جميع المشاريع الموجودة الاقتصادية يكون فيها استدامة ويكون فيها استمرارية كذلك رح يتم مناقشة موضوع الفقر وموضوع الصرف الصحي وكثير من المواضيع لها علاقة بالمنطقة ورح يتم التركيز أيضا على الآثار السلبية وشنون احنا نتجاوب أو شنون احنا نتماشى مع الجائحة الكورونا اللي فرضتها علينا حاليا اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر